خلصنا البلوفر بنات كلاياتو وفرجيتكم بالفيديو السابق كيف ساوينا الحردة من هون من الامام وكيف اشتغلنا الحردة المدورة هلا اليوم لقط الغراز وكيف بدنا نلقط الغراز حوالي الابة على فكرة هلا بدنا نلقط الغراز من هون من هذا المرد هيك لهذا المرد مشان تعطينا قبة الاميسة الحلوة شوفوا بنات كل غرزة غرزة طبعا على نفس الابرة الاربعة ونصف اللي اشتغلنا فيها الجاكيت ما بدنا لا اقل ولا اكتر ليش لانه هون مو بنشتغل ريب نحن ريب مضلح بيصير بيعطينا ما بدنا يا يزم كتير بناشتغله بنفس الابرة نمرأ اربعة ونصف لاحظوا بنات كل غرزة غرزة ها هاي كل غرزة غرزة صعب شوي اوله بس ما عليش نطول بالنا لحتى نحصل على غرزنا كل ياتا وصبعا نحنا بدنا عدد غرز وافي ما بدنا يا قليل ما تحاولوا تطفوه لاحظوا انه كل غرزة بغرزة مبينة الغرزة ليكا شلون مثل السيمبلة موديلة شوفوا مبينة تاخدوا كل غرزة بغرزة ها هاي غرزة وهاي غرزة وعلى فكرة بدنا نحاول جهدنا يكون عدد الغرز من الطرف اليسار نفس عدد غرز من الطرف اليمين صبايا بالنسبة لها مثل هيك ابي نحسن نحنا ناخدها على هدول الابر المستقيمة ليش لانه لها فتحة كبيرة بينما اذا كانت الابة مدورة وكنا ختمنا الاكتاف وخيطناها بسي منضطر لها ابرة مدورة على فكرة كمان يا صبايا بالنسبة لختم الابة ابت الظهر انا شو بعمل بيجي باخد بالقط غرزة على خيط منفرد لحاله لاحظوا شلون انا باخد الغرز بالقوطن بالنسبة لهدول نحنا مناخد هون اخدنا 20 غرزة ونرجع من هون 3 ومن هون 3 ونشتغلهم ومنعلقهم على نفس الخيط ومنتابع شغلنا هلا بيساعدنا هالشي بيساعدنا انه وقتل بنوصل من القص نلقصهم نوصل عندهم وفرجيكم ايه صبايا نحنا وصلنا لمحل ما نلقطين الغرز بس بما انه نحنا جايين من هالطرف مشان نتابع شغل ومشو منعمل بنجي من القص غرزنا اذا كنا رافعين على خيط من القص على ابرة على الابرة الموازية لها مشان نحسين نشتغلها لانه هيك بصير صعب علينا نلقطون كيف بدنا نتابع الخيط هلا هيك منلقط الغرز غرزة اللي رافعينها على خيط نحنا ما بتعذب ومرفوع على خيط ها ها هادول ثلاثة سبعة هذا الطرف بعدين نجي منبلش هون ها هاي غرزة كل غرزة غرزة بعدين نسحب الخيط نكون نحن بهالحالة ما سوينا طرف حز مشان طرفي يطلع بشي على طرف أبت الظهر تعرفوا أبت الظهر إذا ختمناها ورجعنا لأطناها تترك طرف مو حلو أما وقته منترك الغرز منعلقهم على أبري على خيط عفوا بتلاقوه بتطلع مستقيمة كأنه مشغولة معاهم هاي نحن هون كله عم نلقطه ما سروحوه لأطباء عاولوا جهدكن كل الغرز يجيوا يعدوا على السنارة نحن ما بدنا تنزيل وتعملنا فراغات بتعذبنا أثناء الشغل وصلنا صبايا هاي وصلنا لكل الغرز أخذنا هون كلياتهم نحن هون صبنا مساوي 36 أطباء بتكون ديروا بايكو أنه هال 36 هدول هون نفسهم بدي يطلعوا 36 بالطرف الثاني هذا هو الخيط يا بنات هذا الكننا معلقين عليه ما بدنا يا نسحبو تريدوا من هذا الطرف تريدوا من هذا الطرف من أي طرف بتريدوا بينسحب معاكم بيطلع بكل سهولة ها ليكو هاي سحبنا هلأ ما بقان نشغل فيه خلاصنا هلأ بنا نشتغل نشتغل عادي مو هون كنا عم نلقط نحن كأنه عم نشتغل دور هلأ هون نلقطو هم 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 هلأ أول دور بنا نشتغلو كلياتو عديل ليش لأنه بدنا نلقط الغرز ثاني دور منبلش بقى منشكل الريب المضلع ثنين وجه وثنين أفا ثنين عديل ثنين مقلوب هلأ هيك بنا نشتغل هدول غرز الأبه هاي غرز الأبه لاحظوا شلون هون طلعت معانا ما طلع له حد أبدا طلع مت كأنه مشغول من قلب الكنزة أو البلوفر هلأ هيك ها منتابع شغلنا لهذاك الطرف نلقط كمان هداك الطرف ستة وثلاثين غرزة مثل ما لقطنا من هدا من طرف اليسار بدي يكون عدد الغرز متوازي مشان تطلع الأبتين قد بعضن خلاصوا هدول غرز الأبه خلاصوا هدول حفرت الأبه إذي كنا حاق حفرناها هلأ منا نتابع منقول ها يلا هاي واحدة تنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة منظل هيك لنوصر ستة وثلاثين غرزة بنهاية هون منرجع صبايا لقطنا الغراز لقطناها كلها هيك داير ما دور الأبه كلها طلع معانا 98 قطبة أو غرزة 98 على أبر 4.5 هلأ بدنا نشتغل الريب المضلع لماذا؟ لأننا نبلشين هون الريب الكمام والداير الريب مضلع هلأ بدنا نشتغله هدا كمان الريب مضلع كيف الريب المضلع بسيط الثنين مقلوب والثنين عدل شغلة كثير بسيطة أهم شي بتكون تنتبه ويطلع معاكن العدد الغراز نجوز يعني اثنين اثنين مشان لأنه هدا الريب ودا يجي المضلع اثنين بثنين هاي اثنين مقلوب وهي اثنين عدل هاي اثنين عدل نقلب الخيط اثنين مقلوب قفا وهي اثنين وجه وهكذا منستمر هيك لآخر السطر اي صبايا لقطنا نحنا غرز الأب كلياته من هذا الطرف هيك لهذا الطرف صلع معانا 98 غرزة زدنا هون غرزتين طبقنا على المية منشتغل اثنين اربعة ست دوار على اربعة ونص منلقوا البعدين لابرة نمرة خمسة لابرة نمرة خمسة بتعطي فردة احلى مشان الابة ومنشتغل بعدها خمسة وعشرين دور اخر دور بالسستة وعشرين بدنا نختم اذا حبيتو هي في عدة طرق للختمة بتحبو تختموها هو ريب مضلع اثنين اثنين وجه بصير واذا حبيتو تتبعو طريقتي اللي انا علمتكن اياها اذا او تكون غير يتواجمتعها وبالأب بان انتم تختمو على دور الافة وشوفوا شلون الافة يعني المقلوب شوفوا شلون تطلع كلها مثل السبلي القطبة شوفوا شلون تطلع هايك اظنين تطلع طرفها لافرجي اكم كيف منحردها كيف منحرد على دور الافة شوفوا شلون نحنا عنا هون شو ما كانت كون القطبة بنزاوي على دور الافة منقلب الخيط للافة المقلوب نشتغل مقلوب نرجع الخيط لقدام لا تشدي إيدك ردي رجع الخيط مع أن الأطبع عدل بس رغم ذلك عم نشتغلها مقلوب اللي بي لا تشدي إيدك كثير ولا ترخيها هلا لكي شلون كل ياته بنساوي على دور الأفا يعني دور المقلوب مرد نرجع الخيط بنشتغل الغرزة وهكذا مرد نرجع الخيط بنشتغل الأفا بنقلب مثل ما علمتكم بالأبة مهما كانت نوع القصبة كانت عدل ولا مقلوب نشتغلها كلاتا على دور المقلوب هاي هون خلصنا هلا هي آخر إذن بالدور 26 نحن نحرد نحن هلا شوفوا شلون خلصت هلا هي الأبة أنا حاولت أصحب خيطان نشلة مش هن يصلع معاي نهاية بهذا اللون انتي شو كيف بتحبي تساوي ممكن بنشدة هلا هي وبعدين هذا بقبرة التنظيف من رتبه شوفوا شلون الكنزة صارت هاي الأبة الأميس اللي بيقولوا لها أبدا ركبنا الزرار نسكر الزرار هيك هلا شوفوا شلون أبة الأميس تسلع شايفين شو صلعت مظبوطة وابدا عالتمام لاحظوا شلون يا بنا شوفوا شلون أبة شلون صلعت راكزة هاي طبعا هلا بنخفيه بخيط بقبرة التنظيف منخفية هاي لاحظوا شلون صلعت ما أحلها وبعدين شوفوا شلون داير الأبة شلون صلع بشكل لطيف ومرتب بالنسبة لي بنات 100 غرزة 100 غرزة أول شي 6 دوار على 4 ونصف بشان تعطيكم هالوقفة هاي بعدين بتربجعوا بتحوط كفوا الـ 26 دور الأخيرة بتكفوهم على إبرة خمسة بالنسبة لهالبلوفر هذا هو هذا البلوفر لصبي ابن إذا عشر سنة يعني هو السنة عموله عشر سنين أنا ثابته لسنتي الجاية ابن عشر سنين بديته بـ 78 غرزة 78 غرزة وطلعت فيه دغري حردت الأبط بعد 42 سنتي 3-2-1 الأبري 4.5 مع حردت الأبط مباشرة تسوينا نحن هاي الفتحة تلكون ريب مباشر تشتغلوا 6 ريب عادي واحدة وعزل واحدة مقلوب وبتكفو وبعدين نشتغل الطرف الثاني ما منحرد ولا منعمل شيء بالنسبة لحردة الأبة هاي النايكون هون بيكون 6 3 2 1 ونختم الأكتف نجي لهالطرف هاد هاته طرف مضخنة فيه سنتحردوا لاحظو هاذول هون قطبززناهم من ورا هادول ما منقلقهم بالنسبة ل حردة الأبة هون نختم 6 3 2 1 1 واحد لاحظو كيف انت mashup هل تطلع الأبة هيك مدورة نفس الصريقت اتبعوه انتو بالجاكتات اتبعوه بالجلال مكتوحة نفس الطريقة وان شاء الله بتأمل انه تكون عجبتكن وطبعا بالنسبة للطول الكامل 52 سنتي لانه ما شاء الله الولد طويل هو بالنسبة للأبة اذا حبيتي تعرفي قديش طول الأبة من بدايته لنهايته منقلك انه طول الأبة بتصير 11 سنتي بتريدي الطولي اكثر على كيف كمان 11 ونص اذا حسونس على قبرة نمرة خمسة مية قطبة وستة وعشرين دور بعتقد ان شاء الله بتعجبكن وشاركوني بتعليقاتكن شاركوني بلايكاتكن بتأمل انه انا قدم لكم دايما الشيء اللي بيعجبكن